هو يبتدي الأول يكلم الولد، يصاحبه، يحاول يشوف هي ايه المشكلة لو حاس ان فيه مروغة، خلاص، احنا بنتر ان احنا نشوف حاجة فيصل نحكم بيها فلازم بيقى فيه تحليل، لكن لو انا دلوقت بكلمنا ان انا لاحظت كل اللي على مادي واتكلمت مع ابني او بنتي وصرحني بالحقيقة وعلى فكرة ده بيبقى المهم في الاساس اسلوب التنشئة ده انا وربي بيه الولد او البنت يعترف انه عنده مشكلة بالضبط لان المشكلة في الاساس في اساليب التنشئة اللي الابة والام بيتبنوها مع اولادهم فيه كتير من الاباء والامهات بيمرشوا الاسلوب التسلطي انه يبتدي يدي اوامر طول الوقت من غير ما يفهم الاوامر دي ليه فيه سن ما بتنفعش في الاوامر دي تمشي بالضبط هو سن المراهقة ويمكن ده ده لو احنا هنكلم على احصائيات السندوق اللي طلعت مؤخرا هلا ان الغالبية كمان من المتعاطين المخدرات طبقا لبيانات السندوق في الفترة الاخيرة هو في السن ده من سن 15 سنة ل20 سنة 40% من المتعاطين من المتقدمين للعلاج من سن 15 ل20 سنة ففي السن ده 40% النسبة العامة في الاحصال الاخيرة كانت بتقول ان خيك 95% ذخور و5% اناس تقريبا ولكن تقريبا 40% من جملة المتعاطين من 15 ل20 وكمان هقول لكم كمان اكتر من كده في حوالي 11% اقل من 15 سنة ده مؤشر خطير جدا فطبعا لان للأسف عمر الطعاطي بتدنى مع الوقت بينزل يعني كنا زمان نقول ان المخدرات بتتركز في اعمار الشباب ولكن مع المخدرات الجديدة اللي بنسمع عنها دلوقتي لان عمر الطعاطي كمان بينخفض عشان كده احنا بنحاول طول الوقت نفهم الناس وبرضو ده دوره الاب والام في البداية انا قبل ما احس ان في مؤشر خطأ وان هو بيلجأ للطعاطي او للإدمان برضو لازم يكون في كلام مع الولا طول الوقت حوالين خطورة الإدمان يبقوا قريبين بالضبط لان من اكتر الاسباب حب الاستطلاع عند الوداء او البنت عايز يجاره بضبط اللي بيخلقوا المشاكل الاسرية والتفكك الاسري فدي المشكلة وبعدين برضو الاب والام لما دورهم دلوقتي بقى بيروح ويختفي بيبتدي الولد او البنت يتأثر بالحوالي من صحابه من اصدقاء السوق للأسف ودول طبعا موجودين يعني زمان كنا بناخد معلوماتنا دايما ونحن صغيرين من من التلفزيون من الكتب من المكتبات من بابا بابا من جدي من جدتي الوقت اللي للأسف بقى اقرب وسيل للتأثير على الولد هو صحبه فطبعا الافكار اللي بتدور حوالين المخدرات بقى والثقافة اللي بتدور حوالين المخدرات يعني هي للأسف يعني مش هنقول ثقافة سيئة هي ثقافة سوداء صحيح